صح الصح صح 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 مارتنا ميسونة خلينا نعمل هيك يعني راب اوب لالأبراج اللي موجودة معانا اليوم كيف رح يكون وضع كل برج بشهر رمضان وطبعا إحنا استلعن نستقبل انتصالاتكم على الهواء مباشرة إذا حابين تحكونا تستفسروا عن توافق أبراجكم مع الأبراج الأخرى فضلي يعني مبدئيا بدي أوصي برج العقرب إنه يكونوا الواحد وعشرين أو اثنين وعشرين يوم الأولى هاديين إذا كان عندهم حالة عصبية أو توتر ما بيدخلوا بنقاشات ما يتخذوا قرارات كذلك بالنسبة لبرج الجوزاء نفس الحالة ثلاث أسابيع فيها توتر فيها اضطراب السرطان عندنا ممتاز الثلاث أسابيع الأولى ولكن العشر أيام الأخيرة رح يشعر بالتعب ويميل إلى أنه ياخذ استراحة فرح يقصر بالعمل وضيع عليه الفرصة اللي أجته بالثلاث أسابيع الأولى فحاول أنه ما تهمل عملك بهاي العشر أيام الأخيرة لحتى ما تتراجع أمورك كذلك الأسد عنده صعوبة بحياته بالثلاث أسابيع الأولى العذراء ممتاز جداً من أول الشهر لآخره في تحقيق الأهداف أهداف كثير كبيرة رح توصلوا لها بهذا الشهر عندنا الميزان شهر ممتاز العقرب حكينا أنه بده ينتبه لوضعه القوس جيد ومتعب مع بعض جاي يعني عنده يعني مثلاً بيوصل لهدف ولكن بيظهر بعض الأعداء اللي نغصوا عليه حياته قد يكون مرتاح مع العائلة ولكن مع الأقارب في بعض المشاكل يعني جاي الفرح مع عدم الفرح مع بعض أيوة فبدو ينتبه الجدي هذا شهر استثنائي بالنسبة لأله فبدك تستغله بشكل جيد لأنه الجدي عنده ثلاث أسابيع من الحظوظ المطلقة وصول للأهداف من بداية السنة وهو ما عم بفهم الأمور بشكلها الصح فعم بيتصرف على عدم مفهوميته للأمور فبتظهر النتائج بشكل مقلوب هلأ رح يشوف الأمور بشكل صحيح بشكل واضح الأمور رح تتوضح على كل المستويات ما بنحكي على المادية أو العملية أو المهني حتى على المستوى العاطفي اللي عندهم مشاكل مع العائلة هاي الثلاث أسابيع الأولى رح يصححوا الأمور ويعملوا على تجديد حياتهم هي دورة فلكية جديدة استثنائية من نوعها فاستغلوها بشكل جيد الدلو تعبان ثلاث أسابيع عنده تراجع عنده سلبي مع إيجابي ولكن احنا عارفين الأبراج الهوائية بتاخذ السلبي على محمل الجد وتنسى الإيجابي فهاي النقطة بدي أنبهكم عليها إنه في أمور رح تحصل رح تقلب كيان برج الدلو بأولها رح يشعر بسلبية كتير كبيرة ولكن بعد هيك يعني فترة بسيطة وترجع الأمور أحسن مما كانت عليه فانتبهوا إنه ما تتخذوا قرارات سريعة الحوت ممتاز جداً عنده تحقيق للأهداف وعنده لقاءات ونقاشات وأمور كتير ممتازة نعم ناخد اتصال ألو مرحبا يسأل صباحك عبك العافية أهلا يا مونة أهلا بيك يا حبيبتي تفضلي عبدت صبع لحضرتك وصبع لست ميسون يسأل صباحك حبيبتي الله يسأل لك يا ربي وحب أسأل عن برج السور هذا السؤال وموضوع ثاني بتعلق فيك إنتي يا ستنادي بعد إذنك الكريم شفت أنا الحلقة تاعت مطعم ذالوبي وأنا رسامت حنة وحرفية في هالمجال حاب أبعد إذنك الكريم أنك تتوسطي لها أنتم أشتغل عندهم بالمطعم أنا ما أسمع أنه بدها تتوسطي لها أنها تشتغل بالمطعم اللي عملنا فيه الحلقة آه طيب يا ست مونة ولا يهمك يا ستي إحنا يعني الجماعة الأصحاب إحنا وإياهم بعتيننا السي في أو بعتيننا إيش خبراتك في هذا المجال وإحنا إذا بنقدر نساعدك أكيد ما رح نأصر معاك شكرا يا مونة برج الثور شهر جيد على كل المستويات رح تنظر للأمور بإيجابية كثير عالية خاصة الجزء الأول منه اللي إحنا بدي أكرر مرة ثانية أنه الجزء الأول هو 22 يوم وبعدها بتجي العشر أيام الأخيرة تنتهي الخلافات وبتنظر للأمور بنظرة جديدة تعاملك مع المحيطين فيك سواء كان بالعمل أو بالعلاقات الاجتماعية رح تكون من نوع خاص بطريقة جديدة غربلة العلاقات وممكن تواجه بعض التسويف والتأخير بهذه الفترة هذا الشيء رح نعتبره بسيط مقارنة مع الإيجابيات اللي عم تحصل معك الجزء الثاني جيد ولكن أنت رح تشعر بالتعب وتفكر أنك تاخذ استراحة وعاطفيا أيضا الجزء الأول هو الأفضل لاتخاذ القرارات العاطفية للمرتبطين وغير المرتبطين نعم طيب ميسون شوفي عنا كمان أبراج ما حكينا عنها الحمل بشكل عام خلينا نحكي للحمل تزداد الفرص المالية وخطوات سريعة ممكن تحصل على الدعم ممكن تزداد الأهداف اللي رح تظهر عندك ننصحك بجدولة أمورك وتاخذ الأهم وبعدين المهم لأنه البرج الثور ممكن يضيع مع كثرة الأهداف ممكن يواجه بعض الأمور اللي هي مش ما رأى عليه بالسابق فتحقق الأرباح تستعيد بعض الأموال الضائعة شهر مالي بالثلاث أسابيع الأولى سواء كان عن نقاشات أو عن التصرفات أو على المتابعات النصف الثاني تزداد المسؤوليات تشعر بالتعب وتفضل الابتعاد وتاخذ مكان وحيز صغير تبتعد عن الضوضاء عاطفيا الجزء الأول فيه السلبي مع الإيجابي لذلك تشعر بالقلق ولكن الجزء الثاني تتوضح الأمور قدامك وتتخذ قرارات عالية المستوى للمرتبطين وغير المرتبطين نعم ناخد اتصال بنقول ألو أهلا صباح النور الله يعافيك من حضرتك؟ ماهر من العقبة بده برج العقرب 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 اللي هو جزء الأول منه الثلاث أسابيع تواجه معاكسات ضغوطات تشعر بالتوتر تشعر بالسلبية رح تواجه التحديات على كل المستويات وبرجع وبقول أنا دائما بحكي لبرج العقرب أنه من الناس الأقوياء جدا المواصفات الموجودة عندك تأهلك أنك تواجه أي مشاكل أي صعوبات لذلك نوصيك أنه فقط انتبه لتصرفاتك وما تعكس الأمور السلبية اللي عم تحصل معك على المحيطين فيك سواء كان على المستوى الخاص أو المستوى العام لأنك رح تكون بحاجة للدعم لذلك حافظ على علاقاتك الاجتماعية واعتمد الدبلوماسية عليك حماية مصالحك ابتداء بالحفاظ على العلاقات الاجتماعية مثل ما حكينا والعشر أيام الأخيرة فيها انفراج على كل المستويات تصحيح وتصويب كل الأمور اللي حصلت معك من بداية الشهر إذا طلعت بأقل الخسائر رح تستفيد أكثر من العشر أيام الأخيرة وعاطفيا الجزء الأول بالرغم من كل الصعوبات رح يكون على المستوى العاطفي أفضل لأنه العقرب بيلتج إلى العائلة عندما يكون عنده تراجع نفسي مقارنة مع أحداث الشهر الجزء الأول هو الأفضل لاتخاذ القرارات العاطفية سواء كان للمرتبطين وغير المرتبطين نعم كمان اتصال ألو صباح الخير صباح النور كل عام وأنتو بخير يناد عليكم والصحة وسلامة يا رب أجمعين يا رب وسط عليك وعلى ميزون يسعد صباحك حبيبتي يسعد عمرك ميزون أنا عشر أهداس نعم هلأ حكينا للعقرب العشرية الثالثة أنت أنا عشر أهداسة الأولى بتكون؟ لا العشر الشهر بتنتهي الأولى نبلش أهداعش الشهر بالعشرية الثانية نعم أنا عشر أهداعش بس أنت مش ماخذة من العشرية اللي بعدك يعني مش ماخذة من البرج اللي بعدك لأنه بعيدة يعني لو بدنا نحسبها أنه أنت بتبلشي بـ 23 عشر يبلش العقرب وينتهي بـ 22 عشر فبعيدة أنت عن البرج اللي بعدك فتاخذي مواصفات العشرية الثانية وبنرجع بنحكي أنه العقرب تعبان بالثلاث أسابيع الأولى بدك تكون منتبه بدك ما تواجه ما تناقش ما تدخل بتحديات خاصة إذا كنت متعرض للتوتر أو العصبية وفي كثير من اللي حواليك رح يحاولوا أنهم يستفزوك خاصة بالعمل ما تفكر أبدا أنه هاي هي نهاية العالم بدك تاخذ الأمور على محمل الجد مع الدبلوماسية مع التفكير العميق مع استشارة ذوي الشأن ما تخسر علاقاتك الاجتماعية بطريقة واحدة هي أنه ما تعكس عصبيتك والأمور اللي عم بتواجهك على اللي حواليك سواء كان على المستوى الخاص أو العام وعاطفياً الجزء الأول هو الأفضل طيب إحنا بهيك ميسون منكون وصلنا إلى نهاية فقرتنا لليوم بكرة احتمال نرجع نشوفك أو ما نرجع نشوفك لكن بكل الأحوال أنت أيضاً في القلب حبيبتي لأنها الفقرة مميزة وأنت مميزة جداً اشتركوا في القناة